وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن البيانات والمعلومات المؤمنة كنز مشددا على ضرورة تقييم مخاطر القدرة التكنولوجية ومنع أي شكل من أشكال الضرر لهذه القدرة البيانات والمعلومات كنز يا جماعة كنز وحاول تعبير صعب وعورة أنا هحط على كارت الطالب كل البيانات وتبقى متاحة ويبقى بيانات الطلبة كلها يعني عايزين ننتبه قوي قوي أن إحنا وإحنا بنتيح البيانات دي أن الأنصاق بتاعت والمركز هنا عنده القدرة دي والنظام اللي إحنا عاملينه بتاعت بقواعد البيانات دكتور مصطفى معمول في الحكومة أن مش كل واحد يتطلع على الجزء الخاص به يعني لو أنا رايح النهاردة تأمين صحي مثلاً ومعايا الكارت أو البطاقة الخاصة بي أخش على المستشفى اللي أنا هاخد منها الخدمة تشوف على تاريخ الطب بتاعي لكن ما تشوفش بيت حاجاتي ما تشوفش أنا أي حاجة تانية كل جهة معنية بالبيانات هتشوف البيانات الخاصة بيه لكن الببيانات العامة دي مش هتبقى متاحة أن أنا أي حد يشوف كل حاجة ما يفعش فأنا أرجع تاني وأقول خلي بالنا أن إحنا وحنا بنتكلم على القدرة التكنولوجية لازم برضو نبقى عندنا تقدير وتقييم لمخاطر القدرة التكنولوجية فيها لها مميزات ولازم نبقى برضو متحسبين أن يكون لها أي شكل من أشكال الدارة